بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة وبعد أيها الإخوة قلتم وطاب من شاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الساعة الضيبة المباركة على ضاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في جنته وفي ذال مقامته إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تؤبح الدنيا وفيها أنتم نحن اليوم بمشيئة الله تعالى وإله الحمد والمنة على اجتماعنا هذا فلعل كم في البلية من عطية وكم من محنة في طيها منحة ما تمر به الأمة اليوم أفضل ثماره هو الوحدة الإسلامية لا أقولوا الوحدة الوطنية بل الوحدة الإسلامية لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإله الحمد والمنة أيها الإخوة على أننا اجتمعنا على كلمة الله ونتفرق على كلمة الله لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وإنما وعد الله المؤمنين بالتمكين وأزل الكافرين بالنقم الظاهرة والباطنة وهو واقع حي في هذه الأيام أنه ما يفعل في الدول العربية والبلاد الإسلامية إنه تنكين الله تعالى لأهل الإيمان في الأرض لأننا الذين نحمل اسم الله وسنظل إن شاء الله تعالى حاملوه أما غيرنا الذين هم أهل الشرك والكفر وها هي النكبات تتولى في اليابان والمهالك قال الله جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل من قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله فهذه هي أيها الإخوة النكبات تحل بالذين كفر أما نحن في نعمة تامة لابد المؤمن أن يعتبر من الواقع الذي يعيش فيه فنحن إن شاء الله تعالى إلى الخير وإلى الإسلام إن شاء الله تعالى ونحن اليوم في هذا المجتمع وهذا المؤتمر الطيب جئنا ومعنا علماؤنا يشاركونا في القضاء على هذه الآفات التي ظهرت في المجتمع وهي آفات قديمة ليست مستحدثة آفة المخدرات لعل يعني أخصها آفة المخدرات وآفة الاعتداء والإرهاب للمسلمين والسطو الذي ظهر كثيرا في هذه الأيام فأعظم موضوع هو وأخطر موضوع أيها الإخوة هو موضوع المخدرات الذي قد أصبح يعني بلوة قد عمت كثيرا من الناس إلا من رحم الله جل وعلا عمت للأسف الشديد الكبير والصغير الكبير والصغير الذكر والأنسة عمت كثيرا من الناس هذه البلوة وهي آفة خطيرة في المجتمع هي تضعف كيان هذه الأمة أخلاقيا وماديا ومعنويا لأنها تضيش بالعقول فإذا ما فقد المسلم عقله أيها الإخوة فقد فقد تركيزه وقل إنتاجه ونحن وخاصة في هذه الأيام التي تتعرض لها مصر المصونة تتعرض لأذمات مالية مما لا شك فيه ولا ريب فيه ولابد أن نتفق على ذلك أيها الإخوة فآفة المخدرات هي أكبر عائق على الإنتاج في مصر في هذه الأيام لأن العقل إذا طاش فقد التركيز ولا يستطيع أن يؤدي ما عليه من واجبات فبالتالي الإنتاج لابد أن يضعف ولا يكسر نعم فالإنتاج أيها الإخوة هو أهم شيء في بلادنا في هذه الأيام وهذه الآفة تورس الكسل وتورس الأمراض الجسدية كتصلب الشرعيين وأمراض القلب وأيضا تضعف الأمة معنويا وماديا أيضا تسلب من المسلم رجولته فربما من أجل المخدرات يقتل يأتي بالمال يشرب المخدرات فربما من أجل المخدرات تورس الدياثة فيصير ديوث لا يغار على عرضه لما لأن كل همه أن يأتي بالمخدرات انتهاك للأعراض قتل سرقة كل ذلك تسببه المخدرات أيها الإخوة إنه داء عظيم ولذلك هذا الداء قد ظهر في القرن السامن الهجري وعندما ظهر هذا الداء المخدرات في القرن السامن الهجري اجتمع العلماء وقالوا أن بائع المخدرات التاجر لابد أن يقتل يقتل وسدل بقول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا نعم إنه يسعى في الأرض فسادا فلابد أن يقتل هكذا أيها الإخوة عقاب أليم وضعه العلماء لهذا الذي يستشر الفساد في الأرض وبعض الناس ربما يتفلسف ويقول أن الخمر محرمة بإسمها في القرآن أما المخدرات كالحشيش والكوكاين وإبر المخدرات وهذه المسميات لم تأتي بإسمها ولم تأتي بنصها نرد على ذلك ونقول إنما جاءت الشريعة الإسلامية أيها الإخوة للحفاظ على خمسة أشياء الحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى العقل خمسة أشياء تحافظ عليهم الشريعة الإسلامية وكل الشرائع من قبل الإسلام تحافظ على هذه الخمسة وهناك دلائل كثيرة تحرم الحشيش وغيره يعني كما ذكر البخاري قال ابن حجر في صيح البخاري أن الحشيشة مضرة دينية ودنيوية ودنيوية وذكرها باللفظة هذه أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قال بحل الحشيشة اسمع وهذا كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية من قال بحل الحشيشة وغيرها فقد كفر فقد كفر الذي يتفلسف ويزعم أن الحشيشة حلال كفره ابن تيمية ووفقه كثير من علماء عصره ومذهبه من الحنبلة وفقه على ذلك وفقه على ذلك فالذي يستحل الحشيشة ويحكم بحلها فقد كفر وما عليه كثير من قول أهل العلم أيضا نقول بحرمة الحشيشة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة المخدرات عامة بشتى أنواعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وخرج مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر خلي بلك معي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر يفتر العقل أي شيء يفتر العقل فهو حرام أيها الإخوة وقال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح أيضا كل مسكر خمر كل مسكر خمر فالأحاديث كثيرة جدا ولا داعي لهذه السفسطة وهذه الفلسفة فما أحواجنا في هذه الأيام أن نواجه هذه الآفة المدمرة التي تهدد كيان هذه الأمة المادي والمعنوي وتضعف الإنتاج فهذه الأمة أيها الإخوة وهذه مصر وهي أمانة فرق بكم لم تنهض أبدا إلا بمساعدة بنيها إلا بسواعد بنيها وإنتاجهم وحرصهم على إقامتها فلابد أن نواجه هذه الآفة الظاهرة التي انتشرت في الأرض وكل منكم مسؤول حتى أنك لو أنت أخا لتاجر المخدرات لا بد أن تنصحه ولا بد أن تستتيبه ولا بد بعد ذلك إن أبى أن تبلغ عنه بنفسك نعم لما؟ لأنه يحارب الله ورسوله تاجر المخدرات محارب لله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا يقتل الناس عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول عندما قال أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا لأعز منها الأذان ماذا فعل عبد الله؟ ماذا فعل؟ وهو أبوه وقف على باب المدينة وعندما رأى أباه قال له والله لا تجاوزن ولا تدخل في المدينة إلا عندما يأذن لك رسول الله وبعدها ماذا قال له؟ وهو أبوه قال عبد الله لأبيه والله لن تدخل إلا عندما تقول أن محمدا هو الأعز وأنت الأذن أبوه أيها الإخوة أبوه ولذلك عندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل أباه ماذا فعل؟ قال يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي وأنا والله ما رفعت وجهي في وجهي قض لهيبته يعني أنا أبر الناس بأبي ما رفعت وجهي في وجهي أبي بهيبته ولكن يا رسول الله دعني أن أقتله فإني لا أريد أن أرى قاتل أبي هذا هو الإيمان الحق أيها الإخوة لا تقدم أحدا في طاعة الله ورسوله فأنت أبا لتاج المقدرات أنت من أقاربه تنصحه وتتوبه ونحن نقول أن باب التوبة مفتوح أمام أبنائنا فهم يعني أعماد ظهورنا وهم ثمرة أفئدتنا وهم نور أبصارنا ولننكر ذلك فندعوهم إلى التوبة إلى الله جل وعلا ولنقنطهم من رحمة الله بل نحن ليس الذين قال الله فيهم يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة نحن نريد أن يتوب الله علينا جميعا ونفتح باب التوبة ولنقنط أحدا من رحمة الله ادعوه إلى التوبة إن كنت أبوه إن كنت أخوه إن كان من أحد أقاربك كلكم أيها الإخوة في هذه الأيام مسؤولون عن هذه الدولة مصر كلكم مسؤولون وبعدها لا تقدمون أحدا على محبة الله ورسوله وأمر الله ورسوله فإن أبى عليكم أن تسلموه بأيديكم أنت أيها الأب أنت أيها الأخ تسلمه بيديك لا تكون مصر هي أمانة في أيدي علمائنا فقط أو أيدي شبابنا فقط بل هي أمانة عند الناس جميعا وعند أهل مصر جميعا أيها الإخوة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هكذا أيها الإخوة وأنا يحضرنا جمع كبير من علمائنا ولا أريد أن أطيل في الحديث ولكن مع كلمة يشاركنا فيها شيخنا ويعني أبونا الشيخ محمود مبروك وهو مدير الدعوة بزارة الأوقاف في أسكندرية ووكيل بوزارة الأوقاف في محافظة مرسي مطروح سابقا فليتفضل مشكورا مأجور أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه وأفضل أنبيائه وأسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا طهارة النفس وطهارة القلب وطهارة الخلق وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه منا قولا وعملا وإخوة الأحباب يعني إذا كان لي من كلمة بعد البيان الكامل التام اللي أفض به أخي الكريم فهي كلمة تخاطب العقل تخاطب اللي إيه يعني الإنسان بعقله مش كده اللي إيه يعني أنا لدوقتي بأتكلم أنت بتستقبل كلام بإيه بعقلك يبقى الإنسان بإيه بعقله طيب إذا الإنسان جنى على عقله يبقى ضيع إنسانيته مش كده أو ليه يبقى حينقلب بقى من إنسان لحاجة تاني وإذا كان الأخ الكريم قال إن من أهداف أو من أعظم أهداف الشريعة الإسلامية إنها تحافظ على الكليات كليات الخمس الكليات الخمس دي يا جماعة الأربعة اللي هي الدين والعرض والمال والنفس الأربعة ده لهم مربطين بالعقل يعني إذا العقل غيب يبقى ما عندهش مانع يعني يعتدي على هذه الكليات يضيع هذه الكليات يبقى إذا ضيع العقل ضيع لكل أهداف الشريعة مش أنتم تسمعوا أو جماعة اللي بتعلموا زمان زي حالتنا يقول لك إيه العقل أساس التكليف مش كده قال إيه اللي عنده عقله هو اللي يكلف إنما اللي ضاع عقله سقط عنه التكليف بس يضاع عقله بإيه بقاه بشيء خارج مش هو اللي بيضاع عقله بإيده فالعقل في ميزان الإسلام ومش عارف إذا كان كنت ذكرت حديث زمان كده في اللقاء آخر قلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سألت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله خدوا لكم الحديث داوي بما يتفاضل الناس في الدنيا قال لا يتفاضل الناس الحبيب بقى بيجاوب يتفاضل الناس في الدنيا بالإيه بالعقل قالت له طيب إذا كان الناس يتفاضلون في الدنيا بالعقل فبأي شيء يتفاضلون في الآخرة قال لا يا عائشة ويتفاضلون في الآخرة أيضا بالعقل قالت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أليس الناس يتفاضلون في الآخرة بأعمالهم فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهل عملوا إلا بقدر ما عقلوا فبقدر ما عقلوا عملوا وبقدر ما عملوا يجزون أما سمعت يا عائشة قول الفجار في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إن الله قد قسم العقل على سلاسة أقسام فمن كنا فيه فقد كمل عقله ومن لم يكن فيه جزء منها فلا إيه فلا عقله إيه الثلاث أقسام دول قال لك حسن المعرفة بالله وحسن الطاعة لله وحسن الصبر على أمر الله ما فيش طبعا وقت عشان نشرح هذه الأمور إنما إحنا عايزين نقول يا جماعة المخدرات حتضيع إنسانية هذه الأمة وإذا ضاعت إنسانية هذه الأمة سقطت من نظر الله سبحانه وتعالى فالجهود اللي قاين بها إخواني للأفاضل فعلا يعني زكرتني برسالة المسجد الأساسية إن رسالة المسجد مش كلام نقوله بين الجدران لا رسالة المسجد إن هي بتخرج إلى المجتمع إلى الواقع اللي بيعيش المسلمين ويعالجوا مشاكل هذا المجتمع ودي الدعوة الحية فأنا برج الله له بالتوفيق وبرج الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم وأن يكلل مسعاهم ومسعاكم معهم بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله كل هذا الأمر لن ينجح إلا بمعونتكم وبتأييدكم وبإخلاصكم وبحبكم لدينكم أولا ولوطنكم ثانيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المبارك وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله لا سئلة بعد اللقاء شوف حاضر بعد المؤتمر إن شاء الله إن شاء الله جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمود مبروك وجعل الله في موزينه حسناته على ما تكلم على نعمة العقل نعم فإذا ما كان العقل سليما فترتفع الأخلاق ويكون المؤمن عزيز بخلقه وصفاته ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا تكون عزة إلا بالأخلاق السامية الرفيعة أما إذا منتزعت الأخلاق كانت بعد ذلك رزائل وأخلاق سافلة ورزائل هي أقرب إلى البهائم قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل هكذا عندما يتجرد المسلم من عقله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ولذلك يعني أيضا في الآخرة ولقد ذرأنا الجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها كانت قلوبهم في الدنيا فاترة متكاسلة غائبة نعم ونترك الكلمة مع شيخنا الشيخ عضية عبد السلام وهو غني عن التعريف للفضل المشهول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته أما بعد إخوتي في الله أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتأملة في أحوال الأمم والمجتمعات والشعوب والحضارات يجد أنها لم تقدم حضاراتها للعالم إلا من خلال دول آمنة مستقرة ترعرعت فيها عقول وكفاءات وخبرات أهلها على أرض ووطن انطلقت منه ثمرات هذه الكفاءات الصالحة فسعدت وأسعدت من حولها من البشر فلا حضارة ولا قيمة للمرئي إلا من خلال وطن يؤوي وبلاد تحتوي ولذلك جبلت النفوس السليمة على حب بلادها واستقرت الفطر المستقيمة على الحفاظ والدفاع عن ديارها وهذا المعنى الفطري الغريزي قد أقرته الشريعة الإسلامية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه عن بني إسرائيل ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فجعل الله عز وجل الخروج من الأوطان يساوي قتلا لهذه الأنفس والأبدان وقال الله تبارك وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا فجعل الله عز وجل الجلاء يساوي تعذيبا في الدنيا وما ذلك إلا لتأثير تأثير خروج الإنسان عن وطنه مضطرا بسبب افتقاد الأمن والأمان والتأثير النفسي السيء جدا على الإنسان يساوي تعذيبا في الدنيا ويساوي قتلا في وطنه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن حبه لوطنه وبلده مكتا لما خرج منها صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحبها إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجته صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأا من الأنصار ولماذا الهجرة لأن الهجرة ترك بسبب ثوابها الأنصار أوطنهم ديارهم أموالهم أبناءهم نساءهم فكان الأمر عزيزا جدا لكنه لما كان لله عز وجل رفع الله أمر هذه الهجرة التي تحملوا بسببها شيئا عظيما وجعل الله عز وجل المهاجرين فوق الأنصار بسبب أنهم تركوا الأوطان والديار فقال الله عز وجل في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين أولا والأنصار ثانيا فجعل الله المهاجرين أولا على الأنصار وما ذلك إلا لما تجشموا من مشقة مفارقة الأوطان والديار هذه غرائز فطرية لا تنكر حسابتها وقدرها والتي لا تعل عند المؤمن على حساب الدين والإسلام والمسلمين فلا عصبية لطراب وطين على حساب العقيدة والدين فالحفاظ على الأوطان دين وإيمان الحفاظ على الأوطان دين وإيمان كما أن التخريب فيها فساد وإجرام وقد تتابعت دعوات الأنبياء والمرسلين بالأمر بالصلاح والإصلاح والنهي عن الفساد والإفساد بين العباد فهذا القرآن الكريم يوضح لنا نبيا بعد نبي صالح صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لقومه يقول فاذكروا آلاء الله نعم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والعثو في اللغة العربية هو السعي بالشر والباطل والإفساد مذكور في الآية ولا تعثوا في الأرض مفسدين شعيب صلى الله عليه وسلم يقول لقومه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين موسى صلى الله عليه وسلم يقول لأخيه النبي هارون صلى الله عليه وسلم أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أهل الخير والصلاح في قوم موسى لي قارون يقولون له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ومن أعظم أنواع الفساد في الأرض بعد الشرك بالله عز وجل قتل النفس وإراعة الآمنين من المواطنين مسلمين كانوا أو ذميين هذا من الفساد في الأرض قال الله عز وجل في القرآن الكريم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قتل نفس تساوي قتل الناس جميعا في أحكام الشريعة ومن أحياها من سعى في استنقاذ هذه الأنفس وفي حمايتها فكأنما أحيا الناس جميعا فما أعظم أجر من تعاون على حماية هذه الأنفس البشرية وقال الله عز وجل في القرآن الكريم عن الذين يفسدون في الأرض قتلا أو ضربا أو إراعة للآمنين والمستأمنين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ويقول صلى الله عليه وسلم من قتل معهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة لم يقل لم يدخل بل لم يرح لم يشم رائحة الجنة وهذا قول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره من السنن وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أشار لأخيه بحديدة باتت تلعنه الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه أي وإن كان مزحا وإن كان مزحا مع أخيه وأبيه باتت تلعنه الملائكة فإذا كانت لعنة الملائكة للمزاح فكيف بالذي يروع المؤمنين في أبدانهم وأعراضهم وأموالهم لا شك أن هذا ضرب من الإجرام كبير عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أنواع الفساد كذلك ما ذكره أخونا إمام المسجد الإتجار في المخدرات والسعي في إفساد الشباب بنشر الإدمام بين الناس وبالمناسبة كل ذلك داخل تحت مسمى الخم لأن الخمر في اللغة العربية خمر الإناء غطاه وخمار المرأة غطاء رأسها ويقول صلى الله عليه وسلم خمروا آنيتكم أي غطوها فالخمار الغطاء والخمر الذي حرمه الله ورسوله ما يغطي أحكام العقل فكل ما يذهب العقل يسمى خمرا سواء كان سائلا أو صلبا أو مائعا أو يشم أو بأي طريقة يذهب بالعقل فهو خمر لأنه ألغى العقل وألغى أحكامه والله عز وجل يقول في القرآن الكريم إنما الخمر كل ما يذهب بالعقل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجز من عمل الشيطان رجز خبث من عمل الشيطان فهؤلاء الذين يتاجرون فيما يذهب بالعقول يتاجرون في أعمال وأخباث الشياطين عياذا بالله فهم شياطين إنس يعملون بمخططات شياطين الجن نسأل الله السلامة والعافية فالخمر محرم في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل ما يذهب بالعقل خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن العبد إذا وصل إلى درجة الإدمان فيا له من عذاب في النيران عياذا بالله روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حقا على الله لمن يدمن المسكرة أن يسقيه الله عز وجل من طينة الخبال من طينة الخبال يقول الصحابة وما طينة الخبال يا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم عصارة أهل النار فعفنوا ونتنوا أهل النار المتبقي بعد حريقهم هذا هو عصارة من يدمن الخبيث في الدنيا فمن يدمن الخبيث الجزاء من جنس العمل يكون شرابه أخبث ما يكون في نار جهنم عياذا بالله فحذار أن يتعرض شبابنا مقدرات قوة أحيائنا وديارنا يضيعون عقولهم وجهدهم وطاقتهم خلف هذه الوسائل التي تهدر الطاقات وتدمر الشباب والشابات نهيا لهؤلاء أن يستقضوا أنفسهم إن أحيائكم في حاجة إليكم إن إخوانكم في حاجة إليكم أنتم أرفع وأعلى من أن يلعب الشيطان بعخلكم وبأعمالكم نحن نبد أيدينا إليكم لنتعاون معكم ولنساعدكم في سبيل الله عز وجل لتكونوا شرفاء مثل آلاف ومئات الألاف من الشباب الشرفاء الذين يسكنون هذه البلدة الكريمة فنهيب بالمسلمين كبارا وصغارا أن يتعاونوا معنا جميعا على أن تنتهي مثل هذه الظواهر من الفساد ومن الأنواع الفساد كذلك ما ينتشر من بعض مرض النفوس من الشباب من أعمال سلب ونهب وسطو وهذه الأعمال التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه كل ذلك حرام إن دماءكم وأعرضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فحرمة المسلم حرمة عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من دم المرء المسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من دم امرئ مسلم فليتق الله عز وجل شباب شباب يضيعون آخرتهم من أجل شيء فان ليتقوا الله سبحانه وتعالى في دنياهم قبل أخرهم من أجل هذه المظاهر طلبت منا المؤسسات الرسمية كالقوات المسلحة وغيرها أن نتعاون جميعا كل يمد يد التعاون لكي نحفظ أمننا واستقرارنا لا ينبغي أن يكون أمن الأحياء والمدن العوبة في أيدي حفنة من الشباب نحن في حاجة إلى أن يكونوا معنا وتكون يدهم معنا فأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دفعنا إلى أن نجتمع هذا الاجتماع العام لنتعاون جميعا على مسؤولية حفظ أمن هذا البلد وهذا الاجتماع كما ترون يجمع مسؤولا وممثلا وهمزة وصل بيننا وبين القوات المسلحة خون اللواء فاروق بهنسي جزاه الله خيرا رئيس مجلس مدينة دباط تسون العسكرية وكذلك جمع هذا اللقاء مشايق وفضلاء كفضيلة الشيخ محمود مبروك وكيل وزارة الأوقاف السابق لمحافظة نطروح ومدير عام الدعوة الإسلامية بالإسكندرية سابقا وكذلك جمع هذا اللقاء مشايق وفضلاء كإخواننا الذين يجلسون معنا أو إخواننا الأفاضل الذين لا يقلون قدرا عنا ربما يكونون أفضل منا هم جلوس فيما بينكم وكذلك ومن جملة ما جمع اللقاء أخونا الدكتور محمد إمان أستاذ الشريعة والقانون بجميع الطنطة في جميع الأزهر الشريف وكذلك أخونا الطبيب الشريف وهو يعمل استشاري الطب النفسي في مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان لنتعاون جميعا ولنتكاتف على الأخذ بأيدي شبابنا واقترح من الاقتراحات التي نريد أن نتعاون بها جميعا أن ينشأ لجنة مركزية من خلال الجمعية الخيرية بهذا المسجد الغربي تضم عددا من أعضائها سبعة ثم عددا من وجهاء هذا البلد الذين يرشحون أسماءهم هذا تكليف ليس تشريفا هؤلاء الأعضاء سيعملون كل واحد يكون له نوبة يكون هنا في المكتب من العشاء إلى صلاة الفجر قابع مع إخوانه الأعضاء في اللجنة المركزية فنريد عددا كبيرا من أهل البلد يرسلون أسماءهم وأرقام تليفوناتهم واقتراحاتهم مع الأخ جابر المهندس جابر فرعاس رئيس الجمعية الخيرية أين هو؟ مهندس جابر فين؟ تفضل تعال تفضل جابر أبو عمو تفضل فيرسلون أسماءهم وأرقام تليفوناتهم واختراحتهم لدى أخونا المهندس جابر أبو عمو رئيس الجمعية الخيرية هذا دور اللجنة المركزية ويكون كذلك مع سبعة أعضاء للجمعية سبعة من المشايخ والدعاء واحد من الأعضاء واحد من المشايخ واثنين أو تلاتة من وجهاء البلد يوميا موجودين في مكتب الجمعية الذي سيذع أرقام هذا المكتب على جميع أهل المعمورة من نابه شيء أو تلب شيء في أثناء الليل سيتصل بهذه الأرقام هذا جزء جزء الثاني وهو الشباب نهيبه بالشباب الشرفاء أهل الرجولة والنخوة والشهامة والمروءة أن يبقوا معنا بعد انتهاء هذا المؤتمر سجلون أسماءهم وأرقام تليفوناتهم كل بحسب حيه فنريد في كل حي في كل شارع ما لا يقل عن ثلاثين من الشباب الذي يكون جاهزا في أي لحظة لإغاثة الملهوف ونجدة المكروب بمنتهى السرعة يكون على رأس كل ثلاثين ثلاثة أو أربعة لا ينمون الليل بكلفوناتهم حتى نتجاوز هذه الأزمة على خير بحيث نغطي هذا البلد لا يكون هناك حي من أحيائها ولا شارع ولا طريق من طرقاتها إلا وفيه من الشباب أهل الشهامة والرجولة والمروءة الذي تسهر عينه على حماية المواطنين ولا شك أن هذا أجره عظيم جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لرباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها لرباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها فأجر الرباط في سبيل الله عز وجل أجر عظيم في كتاب الله وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولية حفظ أمن هذا البلد مسؤوليتنا جميعا كبارا وسغارا نحتاج لحكمة الشيوخ وقوة الشباب وبهذه العناصر جميعا نصل إن شاء الله عز وجل إلى بر الأمان وكان هناك كذلك توصيات من هذا المؤتمر تبعت مسبقا لكي تكون بمثابة التوجيه المنظم لهذا العمل الشعبي الذي يجمع جميع طبقات أهل البلد وأفردها هذا العمل صدر عن الجمعية عبارة عن سبعة بنود ومدون تحته رقم تليفون الجمعية يقول بعد المقدمة رقم واحد عمل القواف الدعوية تجوب أنحاء المعمورة لنصح الشباب المبتلى بهذه الآفة المدمرة آفة المخدرات إجارا وتعاطيا وتذكيرهم بالله وسوء عاقبة صنيعهم في الدنيا والآخرة اثنين إعادة عمل اللجان الشعبية وفتح باب التطوع فيها عن طريق المساجد ثلاثة يقوم كل حي من أحياء المعمورة بتكوين هذه اللجان ويكون لها شارات مميزة شارات يعني شارة معينة حتى لا يختلط الحابل بالنابل وسينتقى من الشباب الدين المستقيم الشريف المصلي ليحمل هذه الشارات ومع الشارة تكون معه كرني صادر عن هذه الجمعية مختوم بخاتم الجمعية مغلف كذلك نمرة ثلاثة عمل لجنة شعبية مركزية للتواصل مع مجموعات اللجان الشعبية لحفظ الممتلكات ويكون مقرها جمعية المعمورة الخيرية الإسلامية بحيث تكون عاملة خلال 24 ساعة نمرة خمسة إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الشباب التائب من هذه الآفة شباب التائب تدعمه هذه الجمعية بالتعاون معنا جميعا كلنا نمد يد التعاون شرط شريطة أن يكونوا صادقين في توبتهم إذا ما صدقوا وتابوا فالمسلمون يدعمونهم ويساعدونهم وأن يكونوا محتاجين غير أغنياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لي سوي لي بغني ولا لذي مرة سوي لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وكذلك يكون غير قادر على يكون غير قادر على الكس تدعمه أما من كان قادرا من التائبين من هؤلاء الشباب فنحن نتعاون معهم بتوفير فرصة عمل يعمل فيها بالحلال ويأكل إن شاء الله حلالا وذلك بالتعاون مع إخواننا المقاولين وأهل الأعمال بهذا البلد إن شاء الله تعالى نمر ستة تكوين لجنة للتواصل مع القوات المسلحة لتنسيق الجهود بين رجال اللجان الشعبية والقوات المسلحة وهذا دور أخينا ألواء فاروق بهنس نمر سمع تحذير الشباب الذين يثبت عليهم تهمة الإتجار في المخدرات أو تعطيها بعد نصحهم أكثر من مرة وإنذارهم بتسليمهم للقوات المسلحة في الحقيقة لا لا نريد أن نصل إلى هذا الحد لأن هؤلاء أبنؤنا أبنؤنا وإخواننا ونحن نريد صلاحهم ونريد استقامتهم وهم أعز علينا من أن نسلمهم بأيدينا فتعاونوا معنا أيها الشباب أعينونا رحمكم الله على أنفسكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعاون جميعا إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خيرا شيخنا الشيخ عضي عبد السلام وجعله الله في موازين حسناته وهذه العناصر التي قرأها عليكم إن شاء الله ستوزع هذه الأوراق عليكم وأنتم خارجين من هذا المؤتمر كل واحد يأخذ وراء إن شاء الله فيها فوائد هذا المؤتمر وما يدور حوله هذا المؤتمر ويقرأها بنفسه ويطبقها إن شاء الله تعالى وأيضا يعني ما أجمل الرباط في سبيل الله وهذا تحفيذا لأبنائنا وشبابنا الذين يريدون أن يتعاونوا معنا بعد أن ننتهي من الكلمات الذي يريد أن يسجل اسمه معنا بإخلاص لله عز وجل يأخذ سواب الرباط في سبيل الله لحماية الأموال والأنفس كما كان يقول الإمام أحمد عندما سئل الرباط أحب إليك أم البقاء بمكة قال الرباط أحب إلي الرباط أحب إليّ من البقاء بمكة وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول الرباط بين الصغور أحب إليّ من البقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس وبيت المقدس فثواب عظيم للمرابطين وكل عمل يختم عليه وعلى صاحبه بعد موته إلا المرابط في سبيل الله يجرى له عمله إلى يوم القيامة فهنيئا لمن يثاهم معنا في هذا الأمر وأيضا ربما قد سأل أخانا سؤالا لا نجاوب عليه إجابة كافية إلا نترك الإجابة لشيخنا الدكتور محمد الإمام ولكن نقول نحن في ظل هذه الظروف أيها الإخوة نريد أن نتعاون ولا نريد فتلة طائفية وإنما تقدر الضرورة بقدرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رجلا من أصحابه وقال اذهب إلى بلاد اليمن فادعوهم إلى لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك فادعوهم إلى الصلاة فإنهم أطاعوك فإنهم فإنهم إلى أخي الحديث يعني دلوقتي إحنا أما حاجة في التعديلات الدستورية أن نحافظ على أن القرآن هو المصدر الأول في التشريع ونترك يعني الإجابة كافية وشافية لشيخنا الشيخ الدكتور محمد الإمام أستاذ الشريعة والقانون بجامعة طنطة يحدثكم عن أهم محور وأهم فكر يدور في أذهانكم ألا وهو ما موقف المسلم تجاه التعديلات الدستورية يوم 19 فالدكتور الحمد الإمام ده أهم عنصر يحدثنا عنه ما هي الوجهة الإسلامية الصحيحة في تجاه تعديلات هذا الدستور فاستمعوا معنا إن شاء الله تعالى الحمد لله وأشهد أن لا إله لله وأهده لا شريك له أشهد أن محمد عبد الله ورسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فاتساقا مع موضوع المؤتمر والذي كان قد اقترحوا إخواننا نحو تطهير البلاد من المقدرات وبالنسبة لنا في هذا المكان قالوا نحو معمورة خالية من المقدرات فليكن شعارنا في هذا المؤتمر وفي هذه الآوينة كذلك نحو معمورة خالية من المقدرات إذا كان يعني الأخو الفاضل الشيخاطية تكلم عن بعض الجوانب الوقائية خصوصا لكن الأمر لا يتوقف عند الوقائية وإنما لأننا ابتلين بهذا الأمر فإذا لابد من العلاج والعلاج بالنسبة للطب سيكلمنا عنه ويحدثنا عنه الأخ الفاضل الدكتور شريف ذرويش لأنه أهل الخبرة في هذه المسألة ولكننا نقول إن هناك من الجوانب التعاونية والمالية التي ظهرت في الآوينة الأخيرة من الناس تدل على أصالة معدني هذا الشعب الكريم ونفاسته وأن الناس كانوا يقتطعون من أقواتهم من أجل إطعام إخوانهم الفقراء مع أن كثيرا من الناس حيل بينهم وبين أموالهم حتى الأغنية أغلقت البنوك وحيل بين الناس وبين الأموال والأحداث حدثت فجأة وفجئنا بأن الناس حتى أهل الأموال لم يمعونش فلوس فيعني طبعا إضافة للفقراء إضافة لأهل الرواتب والمعاشات قطعت عنهم هذه الأشياء كلها فوجدنا بفضل الله عز وجل تنافسا كريما في هذه المسألة قل أن تجد له نظيرا إلا عند المسلمين ومن هذا المنطلق نقول إن المواساة في الجثاث هذا الداء والقضاء عليه لا تقل بحال من الأحوال عن المواساة من أجل المأكل والمشرب فنحن نحتاج إلى أن نتعاون في هذه النحية نحتاج إلى معاونة نحتاج إلى أن يكون عندنا يعني رصيد مالي نستطيع من خلاله أن ننفق في هذا الجانب نحتاج إلى أن نفتح الباب الآن من الليلة لإخواننا جميعا أهل اليسار وغيرهم أن يقوموا بالتبرع وبسخاء من أجل أن يكون هذا التبرع في هذا اليوم المشهود لابينة من أجل إنشاء مركز أو مصحة علاجية تقوم بالإشراف وعلى علاج الذين ابتلوا بهذا الداء العضال وهو تعاطي المخدرات أو لابتلاء بها عن طريق أي مسلك من المسالك فلذلك من هذا المقام ومن هذا المكان أنا أبادر بدعوة إخواني وأظن أن جميع إخواني الشيوخ والأفاضل يشاركونني في ذلك أدعو جميع الناس الآن إلى التبرع بسخاء من أجل إنشاء كما قام أهل المعمورة بإنشاء مركز علاج الكلة وغسلها وغير ذلك نحتاج إلى إنشاء مركز لعلاج الإذمان لأن هذا أمر عمد به البالوة وإذا كنا نقول أن الأمر بعيد عنها فنحن في الحقيقة سنصير مثل النعامة التي قد تدفن رأسها في الرمل مخافة أن تقتل ثم جسدها كله في العراء الأمر ليس بعيد الأمر ليس بعيد عن أي أحد وأولاد المسلمين هم أولادنا والمسلمون هم إخواننا ونحن والله نأسى ونحزن لمن يصيبهم وبالتالي لا بد من المساهمة في هذا الأمر وبسخاء ومن باب التعاون على البر والتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحم وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فلابد من هذه المسألة ولذلك نحن تماشيا مع ما جاء في توصيات المؤتمر التي وضعها إخواننا في الجمعية بنحو التوصية بإنشاء صندوق اجتماعي لدعم الشباب التائب من هذه الآفة نقول لا بأس كذلك بإنشاء صندوق اجتماعي لعلاج الشباب الذي ابتلي بهذه الآفة لماذا لا يكون الصندوق شاملا دعم الشباب وكذلك شاملا علاج الشباب الذين ابتلوا بهذا الداء العضال الذي نسأل الله عز وجل أن يعافي الأمة منه لأن في الحقيقة الشاب إذا ما ابتلوا بهذا الأمر والرجل أو المرأة إذا ما ابتلوا بهذا الأمر فتجد أنه لا قيمة له في الحياة في الحقيقة أن هذه المخدرات كما سيحدثنا الدكتور شريف تؤدي إلى مسخ شخصية الإنسان تماما وتحوله إلى غول وحش وربما تؤدي في النهاية إلى تحوله إلى إنسان لا قيمة له إنسان ضعيف هزيل وتؤدي به في النهاية إلى الهلاك عياذا بالله فضلا عن ضياع الدين الذي هو أعظم مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ دين الله حفظ دين المرء عليه فضلا عن ضياع الدين لا صلاة ولا عبادة ولا شيء من هذا القبيل فلذلك نحن ندعو من هذا المقام إلى الاعتناء بهذه المسألة والبدء بها من هذا المؤتمر طبعا نحن نقول هذا الكلام ونؤكد عليه والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله غسوة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام وأنتم أهل هذا البلد الكريم وأهل هذا الحفل الطيب أنتم ستكونون بإذن الله عز وجل بمثابة القدوة والأسوة لغيركم من الأحياء عندما تتعاونون في هذا الجانب نكون بفضل الله عز وجل بمثابة الأسوة والقدوة واليد العليا خير من اليد السفلى والمؤمن القوي خير وأحبه لله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يعني أنا لا أريد أن أطيل ولا أن أستغصي لأن أخونا فضل الشيخ محمد طلب مني تعليقا حول التعديلات الدستورية والإجابة على سؤال الأخ أحمد عمران لدار يعلي صوته وزعق في المسجد فعايزين نجيب على سؤاله عشان ما يعليه صوته ونريحوه وفي نفس الوقت نقول كلام بسيط جدا عن التعديلات الدستورية التعديلات الدستورية هي انتقال من وضع في غاية السوء والكآبة والظلمة والظلام والظلم إلى وضع لا شك أنه قريب إلى الحسن لنستطيع أن نقول أنه وضع حسن ولا وضع متميز ولا وضع أبدا ولكن كما علمنا الشيوخ بعض الشر أهوى من بعض وتكثير الخير والصلاح عبادة وتخليل الشر والفساد عبادة والتعديلات دي متعلقة بسبع مواد متعلقة بسبع مواد كانت كلها إجرام وظلم وبغي وتكريس بشخصنة الأمة كلها بحيث تسهر الأمة وتقوم وتحيا تسبح وتقدس باسم الحاكم الذي يحكمه فجاءت هذه التعديلات وألغت هذه الأشياء وجعلت الأمر بفضل الله عز وجل واسعا ومنها كذلك أنها خففت من كثير من الضغوط التي كانت تقى على الإسلاميين خصوص من إلغاء ما يتعلق بقانون الإرهاب وغير ذلك هذا كله بفضل الله عز وجل أدى إلى تخفيف الضغوط على إخواننا العاملين في الساحة الدعوية سواء من يعملون في الدعوة وتبليغها أو من يعملون حتى في العمل السياسي الإسلامي وإذا كان الإخواننا في جماعة الإخوان مثلا كانوا يشاركون في العمل السياسي لكن نحن نعلم جيدا أن هذه المسألة كيف كانت تدار وأنهم في النهاية محصورون في نطاق ضيق وأنهم مضغوط عليهم بشدة في هذه المسألة وفي النهاية قد تحسم في النهاية إلى لا شيء أو حتى لو وصلوا إلى بعض المكاسب فإن النظام المجرم كان يحصل ما يزيد على 99% من المكاسب فالأمر بفضل الله سبحانه وتعالى فيه بحبوحة وفيه عافية بذلالة هذا الاجتماع وبذلالة الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات التي يعتقدها الدعاء في كل المحافظات ما كان أحد يستطيع أن يخرج أحيانا من بيته بعض الناس بألها سبع سنين وعشر سنين لا تتكلم بكلمة واحدة بكلمة واحدة بالأمس يعني أنا أتيتي لتوه من القاهرة الآن بالأمس كان هناك درس في مسجد العزيز بالله كان يحضره ما يزيد على خمسة ألاف إنسان درس علم درس عادي لأحد الشيوخ كان يحضره ما يزيد على خمسة ألاف دا ما كان موجود هذا الشيخ وغيره من الشيوخ منذ ما يزيد على سبع سنوات لا يخطب خطبة ولا يتكلم بكلمة ولا ينصح بنصيحة ولا يخرج من بيته إلا لحاجته كالصلاة وغيرها فقط فالحمد لله الآن الأمر واسع جدا هذه التعديلات بإذن الله عز وجل ستجعل الأمر يصير إلى خير طبعا الصورة مش هي المرضية لكن نقول لمن يقول لا للتعديلات الدستورية نقول أن من يحمل هذه الدعوة ويحمل لواءها هم الليبراليون في الحقيقة عامة الليبراليون هم الذين يحملون لواء هذه الدعوة أننا نخرج نقول لا للتعديلات الدستورية حتى يظل الأمر في فوضى كما ترون ليه؟ لأن غيظهم جدا أن الدولة تبقى هويتها إسلامية تبقى أنتم الليبراليين بقى لكم قرابة 150 سنة مسكين البلد وبذروه أنتم الذين تقومون بإدارة البلد لم يكن هناك تدخل لأي فصيل إسلامي على الإطلاق من قبل إلغاء الخلافة معلوم أن الأحزاب السياسية الليبرالية العلمانية التي تريد أن تحول مصر وغيرها من بلاد الإسلام إلى دولة الليبرالية مثلها مثل أمريكا أنتم تحكمون منذ 150 سنة على الأقل إن لم يصل إلى 100 سنة حتى مع عدود الخلافة كان معروف كيف تم تنحية الشريعة والمحاكم المختلطة في من أيام محمد علي معروف المسألة دي أنتم منذ 200 سنة أو قرابة 200 سنة تحكمون ماذا جنت البلاد ماذا حصلت الأمة هل استفادت الأمة على صعيد الدنيا أبدا المسلمون إذا ذكر المسلمون ذكر الجاهل ذكر التخلف ذكر المرض ذكر الفقر ذكر كل شيء عند الغربيين لو ذكر المسلمون ذكرت كل هذه الأمراض فلذلك نقول للإبراليين كفوا أيديكم عن التعدلات الدستورية خليكوا على جنب المراد ليه بقى التعدلات الدستورية أمزع لهم ليه تعدلات الدستورية دي تتناسب مع سنة الله عز وجل في التدرج في التعامل مع الأحداث مش معقول يعني شوية شباب على شوية كبار على شوية بنات طلعوا وعملوا ثورة يا مشايخ وعملوا مش عارف شوية أننا خلاص بقرة ألم كده يلغي القوانين والدستير وخلي الشريعة الإسلامية هل سنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون كده سنة ربنا سبحانه وتعالى مع الأنبياء والرسل كانت كده لا المسألة بتمشي بالتدرج بيتدرج الناس خاصة إذا كان الناس قد ورثوا الإسلام وجاهلوا معني فهي طبعا التدرج ده حيفيد كثيرا أهل البلد الذين يحبون الإسلام الليبراليون هؤلاء لا يكلمون إلا أنفسهم في الحقيقة هتتفرج عليهم في الانتخابات وهتتفرج على الأحزاب الكرتونية دي في الانتخابات وهتتفرج على الأشخاص والشخصيات اللي عامل أن هي بتنظر للأمة وبتتكلم مش عارفة وبتتصدر وسائل الإعلام والصحافة الآن هتتفرج عليهم في الانتخابات فاتبالك أنت فلذلك نقول لهؤلاء كفوا أيديكم عن التعديلات الدستورية لأن التعديلات الدستورية تمشي مع سنة الله سبحانه وتعالى في الكون نحو التدرج ونحن بصدد حدث ضخم جدا دي مقدماته ودي إرهاصاته دي مقدمات الحدث الدنيا هتتغير وعايز أقول لو حسن مبارك رجع تاني برضو مش هتبقى الدنيا زي ما كان هو موجود واضح الكلام واضح ونتوا عارفين أكثر من المسألة دي لكن هؤلاء يخشوا كله بيتكلم لو عملوا انتخابات سريعة مين هيكتسح الساحة ها بس الجواب واضح هم خايفين جدا فهم عايزين ينعودوا يتناولوا السلفيين والإخوان إن بارح الجرائد كلها بتتكلم بالبنط العريض كذا في النبأ فتنة السلفيين شوية الإخوان مش عارف إيه شوية مش عارف إيه وكامير يشحاتة وموضوع إيه وعملين وأطفيح وعملين مشاكل في الكنيسة وبيحرضوا الناس من أجل إيقاع الفتنة بين العاملين في الساحة الإسلامية وبين الشعب وبين القوات المسلحة وطبعا كما تعلمون بفضل الله عز وجل القوات المسلحة بموقفها طبعا النبيل جدا الذي لا ينسى وجزاهم الله خيرا ولا شك أنهم هم والشعب يدا واحدا وهم درع الأمة في حقيقة الأمن كان لهم دور كبير وهم علموا بفضل الله عز وجل من الذي وعرفوا من الذي يقوم بالتحريض ومن الذي يقوم بإشعال الفتن ومن الذي يقوم بالبناء الآن هم يتعاونون مع من يقوم بالبناء مع من مع الإسلاميين لا يتعاونون إلا معهم الآن تجد الدعاء في كل مكان يطوفون مع رجال القوات المسلحة من أجل إطفاء الفتنة فلذلك نحن نقول للليبراليين كفوا أيديكم عن التعديلات الدستورية التعديلات هم يريدون يقول مصر مصر تستحق دستور جديد مصر مش عارف تستحق دستور ليه يطولوا المسألة يشنوا الحملة ينظاموا الصفوف هم طبعا يملكون ناصية الإعلام ويملكون وبالمناسبة أنا أبشركم بأن وزارة الإعلام دي هتتلغى هتتلغى خالص من أولها لأخير مش هيبقى فيه وزارة إعلام لأن الوزارة دي أصلا لا تقوم إلا بالتكريس والعمل من أجل النظام الموجود فقط تتكلم بلسان النظام فإن شاء الله نبشركم بأن هذه الوزارة ستذهب إلى الجحيم هذه الوزارة التي أفسدت على الناس دينهم وقلوبهم وعقيدتهم وأفسدت عليهم أخلاقهم وأفسدت عليهم كل شيء المهم أن هذه المسألة هذه خضياتنا نحن نتدرج مع سنة الله سبحانه وتعالى في الكون نتعامل مع التعدلات الدستورية سنقول نعم بإذن الله تعالى كما قال الشيوخ وكما قال الأفاضل في كل مكان سنقول نعم للتعدلات الدستورية لماذا؟ لأن الناس الذين وضعوا هذه التعدلات التزموا بإرادة الأمة وحافظوا على هوية الدولة أنها دولة إسلامية دين الدولة الإسلام هكذا تقول المادة الثانية دين الدولة الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومحدش يقول لإخواننا المصدر الرئيسي يعني لم يقولوا المصدر الوحيد لا برضو المصدر الرئيسي ده أحسن وأبلب المصدر الوحيد لأن أنت برضو عندك قوانين تحتاج أن تكتهد لها قوانين العاملين في الدولة الموظفين قوانين المرور قوانين البيئة هذه القوانين الإدارية كلها تحتاج إلى نظر واجتهاد وبالتالي يقوم الذين يقومون بسمن هذه القوانين بالاجتهاد والنظر ولكن في ضوء النص الضابط الكبير اللي هو مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بعض إخوانا كان بيقول المادة دي مكالهاشئيمة المادة دي كذا الكلام ده غلط هذه المادة بفضل الله عز وجل منعت البلد بفضل الله عز وجل من الانهيار التشريعي منعت أن تكون مصر في الحقيقة الآن دولة علمانية قانونية صرف هم العلمانيون نفسهم أعضاء البرلمان وقادة النظام كان يقولوا هاتوا أي نص أي قانون صدر بعد شهر خمسة واحد وتمانين يخالف مبادئ الشريع الإسلامي يوم يجي الواحد يقول طب ما هو قانون الإيه؟ الختام ثم قانون منع الختام ثم قانون تحديث سن الزواج أقول لك إن هذه المسألة قد يكون فيها نوع من الأخذ والرد وهم قد استفتوا بعض من ينتسبون للعلم والمشيخة وقال البعض أنه لا بأس أن يقوم ولي الأمر كما يقولون بمنع بعض المسائل أو بتضييق بعض المسائل رعاية للمصلحة الشرعية طالما أن هذا لا يمس عقيدة الناس المهم التعديلات الدستورية باختصار إحنا موفقين عليها وإن شاء الله تعالى ندعو أنفسنا وإخواننا إلى الخروج يوم تسعتاشر هذا الشهر يوم السبت المقبل لنقول نعم للتعديلات الدستورية بالنسبة لسؤال أخونا الشيخ أحمد عمران بيقول الدين الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة كما تعلمون وفيها اليهود وعقد معهم اتفاقية عقد معهم عهدا وساكنوه صلى الله عليه وآله وسلم وقد يكون لهم مطالب لهم مظالم فالنظام السابق هذا كان نظاما مجرما ظلم عامة الناس وإن كان قد أعلى من شأن بعض النصارى لكن لو نظرت للقاعدة العامة للشعب المصري ستجد أن الجميع ظلما شديدا من هذا النظام فنحن لا ندعو لا ينبغي أن نكون دعاة فتنة ولا ينبغي أن نسعى إلا لتسكين الفتن فقط فالفتنة نائمة لعنة الله على من أيقظها قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولم جزا الله خيرا شيخنا الدكتور محمد الإمام وجعاه الله في موازين حسناته وهذه أهم نقطة تريدون أن تتحدثون عنها وهي التعديلات الدستورية قد أفض فيها الدكتور محمد الإمام جزاه الله خيرا فنحن نقول نعم نحن رجالا ونساء نخرج لتأييد الدستور لأنه يتوافق مع مبادئنا مبادئ أهل الإسلام وكما ذكرنا أنه سنة التدرج سنة الله جل وعلا فأمرهم بلا إله إلا الله فإنهم أضعوك فادعوهم إلى الصلاة تدرج أيها الإخوة تدرج حتى في تغيير منكر فيعني بيده وباللسانه وبقلبه وأيضا نريد أن نوجه الأذهان والأفهام إلى حاجة العلماء لهذه الأمة فعلماؤنا الأفاضل الذين حضرون في هذا المؤتمر يزهم الله عنا خيرا فهم الدرع الواقي ضد أي سلاح غاشم وهم بمسابة القلب من الجسد لهذه الأمة فكل شيء أيها الإخوة ترون فيه خير وليس مرده إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر مثل العلماء فهو أهش وهو باطل فلا تتزعزع عقائدكم في هذه الفتن بعد هذه الثورة لابد لهذه الثورة أن تخضع راية الدين وراية الإسلام وإلا فإن رأينا خيرا فهو استدراج من الله جل وعلا إخوانا لو سمحتوا استنوا شوي عشان هنأخذ الأعضاء اللي يسهموا معنا ينتظروا إن شاء الله عشان معنا أيضا الدكتور شريف هيحدثنا عن آفة المخدرات وضررها على الجسد وكيفية معالية المخدرات وأيضا اللواء فاروق هيحدثنا تعاون القوات المسلحة مع الشعب فأيضا نريد أن نذكركم بالله نذكركم بالله جل وعلا أنكم لابد أن تخضعون تحت راية الله في كل أموركم وتعرضون الأمور كلها على علماء الدين علماء الشريعة وإلا لو رأيتم خيرا في غير الشريعة فهو استدراج من الله نحن نحذركم الله نحذركم الله أن نكون مستدرجين أيها الإخوة قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب على ما عصيه له فاعلم أنه استدراج كلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيبي متين فلا فلاح ولا نجاح إلا تحت راية هذا الدين المتين وبما أننا تحدثنا عن آفة المخدرات فنحن لا يظن أبناؤنا أن نحن نحاربهم أنفسهم بل والله الذي لا إله غيره نحن أحرص عليهم من أنفسهم ونحن نمد لهم يد العون ونقول لهم تعالوا إلى هنا إلى هنا إلى المساجد حيث الرحمة حيث النجاح حيث الفلاح تعالوا إلى هنا نمد إليكم يد العون كما بيّن أخونا وشيخات دكتور محمد الإمام أن هناك يعني صندوق يقام لتحقيق مصالح للتائبين من المخدرات ونأخذ بأيديهم فنحن والله رحمة في قلوبنا أيها الإخوة ولا نحارب أشخاصا بل نحارب الفساد وهم أبناؤنا وإخواننا وثمرات أفئلتنا ونور أبصارنا ولكن الرحمة ليست الرحمة هي شيء لا عقل له فربما قد يضطر الطبيب إلى بتري عضو من الأعضاء خوفا على باقي الجسد فإن شاء الله سيحدثنا عن يعني هذه الرحمة كيف ضرر المخدرات بالجسد وكيف نعالجها مع أخونا الدكتور شريف درويش فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر سيداتكم للدعوة وأرجو أن نحن قدر أتواصل مع سيداتكم في أن نحن نوصل مفهوم الإدمان ومفهوم علاج الإدمان بإذن الله بشكل واضح للإخوة الحضورة أولا هو السؤال الأول اللي يطرح نفسه هل الإدمان هو آفة هو قيلة أدب هو خروج عن العرف هو خروج عن نيب الظلم نسبا أننا كأطباء نحن نعرف الإدمان أنه هو مرض مرض عضوي مرض اجتماعي مرض نفسي ومرض روحاني أو روحي لأنه هو بيأثر على كل المجالات دي منظمة ساحة العالمية وضع الإدمان في نفس المكان اللي وضع فيه أمراض بشدة السرطان أو بشدة الأيدز إن ما كانش أكتر كمان لأن تأثير الإدمان هو بيكونش على المريض فقط ولكن بيكون على المريض وأسرته ومجتمعه وجرانه وفي الآخر وبلده طبعا تأثير المخدرات على الجسم بيبدأ اللي احنا كلنا بنشوفه هو الخسسان وهو ضعف الجسد وهو تأثير على الكبد تأثير على الكلى تأثير على النظر لكن اللي انا أعيز أن ألفت نظر كليه هو التأثير العضوي على العقل بمعنى أن مع تعاطي المخدرات بفترات طويلة يحصل تغيير تشريحي في الأقل خلايا المخ نفسها بيتغير شكلها بيتغير وظائفها في بعض الأوقات بشكل مستديم شكل على طول ماهو مثلا تعاطي الحشيش لفترات طويلة ده بيخلي الإنسان ما عندهوش دافعية ما عندهوش القدرة على أنهو يغير في حياتك ما عندهوش الرغبة أنهو يغير في حياتك ما عندهوش القدرة أنهو المثابرة وأنهو الجلد في أي حاجة من حياتنا والنجاح في الحياة لا يحتاج للزكاة ولا يحتاج الإمكانيات على قد ماهو يحتاج لمثابرة من ينجحون هم المثابرون وليس الأسكياء مواد مثل الهيروين المنتشرة دلوقتي جدا في بلدنا مواد مثل الغراس المخدرة مثل الترامدول يطلق عليها الفراولة هتسمعوه حلاك الفراولة الهيروين اللي هو البيسة الناس كلها بتقول عليها كده أنها مش هيروين هو ده الهيروين الحاجات دي غير أضرارها بأنها تصيب الإنسان بالأمراض زي التهب الكبت الوبائي والأيدس والحاجات دي ولكنها بتذهب العقل مش بالمعنى بتاع الخمر أنهو مش دريان باللي بيحصل دلوقتي لكنهو برضو بيبقى لكنه عايش بمبادئ وبأخلاقيات وبأفكار مختلفة عن حضراته أو عن الناس اللي هم تشربش وهنا أنا أحب أوجه رسالة للإخوة اللي حيقوموا بدعوة هؤلاء لأن هم يحاولوا يكتزهوه أرجو المراعاة أن الراجل اللي قد قدامك ده هو ما بيفكرش بنفس الطريقة بتاعتك لو أنت قلت له ده حلال وحرام هو ده هو ما بيستوعبوش مش هو ما بيسمعش هو ما بيستوعبوش هو ما بيقدرش يعني إن إحنا مثلا في بعض الجوامع أنا كنت شوف تطبع صور لناس ماتوا بسبب شرب المخدرات في قذرات وكذا وكذا الصورة دي بالنسبة للمدمن هو بيبعده عنك مش بيقربه يعني هو بينفر مننا مش بيقرب لنا لو إحنا بنا نعوب هذه الطريقة فالطريقة الأحسن للدعوة هي الترغيب وليس التنفير أن أنت تاخده معاك خده معاك يتحرك في أي حاجة يعمل معاك حاجة يشوف أن الحياة لها طعم آخر غير طعم المخدرات هو الرجل غير قابل أنه يصدق أنه قادر على الاستمتاع بدون المخدر مهما إحنا قلنا له وحلفنا له وورنا له وقلنا له إحنا بناستمتع وبكده وإحنا بالنبسط لما بنعمل كده هو مش هيصدق هو محتاج أنه يجرب ده مرة واثنين وثلاثة لغاية وفي أول كم مرة مش هيستمتع برضه لغاية لما التغيير العقلي اللي حصل في مخه ده يبدأ يستوعب إزاي يستمتع بالحاجة اللي أنا وحضراتكم نستمتع بيها بشكل طبيعي هو لازم يتعلم إزاي يستمتع بيعمل أول وجديد علشان يبدأ يلاقي أن الحياة لها معنى آخر غير تعاطي المخدرات المدمن نفسه يشبه التعاطي المغناطيس كأنه المغناطيس اللي بيشده نحية المخدر من نحية حياة المخدر وحياة المخدرات هي مش بس أخذ المخدر وأنه يشرب هي مغامرة إحضار المخدر ده بالنسبة له دي لوحدها هدف وإزاي هيعرف يكذب عشان يجيب فلوس وإزاي هيعرف يروح مشوار أخر الدنيا عشان يعرف يجيب المادة المخدرة وإزاي يعرف إليه مكان آمن يشرب فيه ومشكلة اللي حصلت الفترة اللي فاتت بعد الثورة ووقت الغياب الأمني إن بقى الناس بتشرب في الشارع مفيش حد هيقول لها أنت بتعملوا إيه وهنا تاني دور الإيجابية بتاعتنا الإيجابية بتاعت المسلمين في أن إحنا أنا ما بقولش إن إحنا لنشوف حد بيعمل حاجة غلط هندرابه أو هنقيم عليه حد في ساعتها لكن هندعوه بهدوء وفي نفس الوقت ما نوفرش المكان السهل للناس إنها تتعاطي النسبة التعاطي للفترة اللي فاتت الشهر اللي فات زادت جدا في البلد المخدرات رخصة جدا في البلد للفترة اللي فاتت لأن مفيش رقابة بخاصة اللي هي المخدرات كانت غالية علشان وجود الأمن والخطورة الأمنية بتاعت الدرابات مفيش كلام دفعها المخدرات رخصة جدا فبقى التعاطي أسهل وأسهل فمهمة حضراتكو لما هتحاولوا تقبلوا ده حيبقى أصعب جدا للفترة الجاية ده بخصوص الجزء النفسي إن إحنا نحاول نتفهم إن طريقة التفكير مختلفة ونحاول نتفهم إن إحنا طريقتنا دائما تكون الترغيب وليس الترهيب التهديدات لو أنت هتقوله هتقتله لو عرفت إنه هو شرب هو مش ما بيفرقش معاه هو مش فاهم ده هو مش مستوعب ده الجزء الاجتماعي وهو إيجاد شغل الناس وإيجاد لهم وظائف وإجاد لهم تدريبات وكذا أنا موافق جدا على ده بس لما يتعافى لما يقدر إنه يخود التجربة العلاجية بتاعته بنجاح أنا متأكد إن الناس اللي قد قدامي بتفكر إن ما هو المدمن هيفضل طول عمره مدمن ده للأسف مش حقيق يعني مش للأسف طبعا والحمد لله إنه هو مش حقيق لكن الحقيقي إن علاج الإدمان من أصعب المهمات أو من أصعب الحاجات اللي موجودة في الطب يمكن إحنا في الطب النفسي بيبقى الطباء الآخرين بيبصنا على إننا في درجة أقل من الأطباء العاديين لأن إحنا ملناش تحليل وملناش أشعاعات كثير فناي من الأطباء يبصنا والأمراض النفسية بيبصوا الأطباء الإجمال على إنهم أفترجة أقل لصعوبة التخصص في ناس كثير بتنفر منه أنت بتعامل مع مدمن، أنت بتعامل مع واحد قليل أدب، أنت بتعامل مع واحد في بعض الأراء لا يستحق الحقيقة أصلا وده مش حقيق أنا متجربتش خلصية أنا عمر بمشروب السجائر بس أنا من المرضى الطوعي، أنا بلعب معهم كورة بمقدر نخرق سوا بقدر أتكلم معهم في أي موضوع وبشوف أن هم اللي بيرجع في شغله، اللي بيرجع منهم شغله، بيحقق الناس العادية ما بيقدروش يحققه الناس دي بيبقى في الغالب عندهم مواهب قوية جدا وعندهم قدرات عالية جدا ولكن هم محتاجين يتعلموا إزاي يقاموا فكرة إن هو يتعاطى دي لوحدها ما هياش إرادة، ما هياش عزيمة فقط، هي نظام، هي طريقة علاجة، هي طريقة حياة لابد أن تتغير علشان يرجع هذا الشخص لحياته الطبيعية وحياته العادية اللي احنا كلنا عايزينها وعايشينها فتفاهم العلاج للمريض هو العلاج بيجي من نتيجة، هو مش سهل، ولكن هو ما هواش العلاج مش إن احنا نجوزه، فهلو حيتصلح العلاج مش إن هو يطلع عمر أو حج فقط، العلاج مش إن هو يشتغل، العلاج مش إن هو يعد في البيت ونحبسه في البيت شهره ولا أثنين العلاج عملية أكثر تعقيدا من كده، تشمل كل اللي أنا قلته ده. ولكن هي عملية أكثر تعقيدا من كده العلاج في بلدنا اللي احنا بفضل الله قدرنا نعمله هو ان احنا نطور الطرق العلاجية الاجنبية والخارجية من ان هي بيقولوا ان هو النمو الروحاني الان احنا نخليها النمو الدين قد اكون انا ما عنديش القدرة الدعوية للمريد فانا جو الفريق اللي بيعالج المريد لازم بيكون معايا حد قادر على الدعوة زي ما لازم يكون مع الناس اللي بتوع الدعوة اطباء او على الال اخصائيين نفسيين او على الال بعض الناس اللي فاهمين في طبيعة المريد علشان يقدروا يتواصلوا مع المريد يقدروا يتواصلوا مع الشخص اللي احنا عايزين نساعده احنا مش عايزين نحكم عليه احنا عايزين نساعده هو اخطأ واحنا عارفين ان هو اخطأ هو اول واحد عارف ان هو اخطأ ولكن احنا مش هدفنا ان احنا نحكمه او ان احنا نعنفه احنا هدفنا ان احنا نساعده ونتحمله في انتكاساته مرة واثنين وثرياته لغاية لما يقدر يشوف الطريقة الصحة اللي يقدر يكمي بها حياته فلابد من وجود التسامح الكافي في حياتنا او في تعاملاتنا مع المدمن علشان نقدر نساعده بشكل حي ارجو من حضراتكو زي ما كان دكتور محمد بيتكلم على المشروع لعمل مكان لعلاج الى اتنامي ارجو ان انتم يعني الموضوع ممكن يتعامل بشكل ابسط من كده كمان ويكون مكلف بطريقة اسهل من كده ان احنا خلينا نركز على نواة من الناس اللي هنشتغل معه ويكون كل العدد اللي قد قدامي ده مركز على يا رب عشرة بس لو احنا قدرنا نساعد عشرة فقط كانوا بيشربوا ان هما يقدروا يتعافل العشرة دول قادرين لوحدهم ان هما يعالجوا عشرة سيئون بدل ما كل العدد ده حيعالج عشرة لان هما بيعندهم الخبرة والطريقة للوصول لعق المدمن اللي كان بيشربوا فلو احنا الهدف عن كده ان انا حساعدك او احنا التبرعات اللي حنلمها دي حتساعد فلان فلان وفلان دول ملتزمين قدامنا ان هما لازم كل واحد اتعالج لازم حيساعد في علاج خمسة ستة ثانية احنا الهدف كل ده علشان ننمي المجتمع احنا مش عايزين نتبرع للمجتمع وخلاص احنا عايزين ننمي المجتمع احنا عايزين ننمي بلدنا احنا عايزين ننمي الحياة اللي احنا عايشين فيها وده مش هيكون الا بي ان احنا كل واحد بياخد دوره وبيعمله وبيحاول ان هو يلتزم به ويعمله بالاخلاص على قد ما يتبه ارجو ان انا مكنش اطلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خيرا دكتور شريف درويش استشار علاج الادمان والصحة النفسية المستشفى الطب النفسي بالمعمورة ويعني احنا في جمعية المسجد الغربي في تعاون تام واخوانا في الجمعية جزاهم الله خيرا يحسون على التعاون اللي عنده واحد يعني يرى فيه خيرا من المخدرات يريده ان يتوب ويتعالج يأتي به لجمعية المسجد الغربي وان شاء الله بالتعاون مع الدكتور شريف حنسهل عليه امر العلاج يعني بس ويأتي الينا ونحن نيسر عليه امر العلاج ولا نكلفه شيء ان شاء الله تعالى ما استطعنا فاللي عنده اي واحد يدعوه الى التوبة يتوسم فيه الخير للعلاج يأتي به لجمعية المسجد الغربي ويتعاون معنا الدكتور شريف ان شاء الله في العلاج ومعنا اللواء فاروق بهنسي رئيس مجلس مجلس ضباط تسون هيحدثنا يعني عن تعاون الجيش مع الشعب وهو جزاه الله خيرا القناة بيننا وبين الجيش فلتفضر مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشترك المرسلين نشكر لاستاذ الشيخ محمد عبدالغاني على هذه الدعوة الكريمة ونشكر استاذ الحضور ونشكر استاذ العلماء ان شاء الله رب العالمين هنتكلم معكم في حاجتين بساطة يعني لان طبعا لنا اللقاء تاني هنشرح فيه التهديدات الامنية اللي احنا يعني مصر محاطبة من جميع الاتجاهات احنا فيه تهديدين امنيين يعني دخلت في الموضوع على طول عشان بس الوقت تسحب مننا ومن الاخوة يعزين ناخد فيه في عجالة سريعة كده واللينا قعدة تانية بالتفصيل ونجيب خرايط ونقول ايه اللي علينا كشعب وايه المطلب اللينا كرئيسي من الناس القائمين على الحكم اول حاجة فيه تهديد اجتماعي تواضح حصل فراغ امني حصل انفلات بدأت البلطجة بدأت الامور اللي هبناخد الكلام من بعض المجانين اللي كل الفران اللي كانت في الجحور طلعت وبدأت تهدد الامن الاجتماعي المصري يعني انا عشان انام في مدينتي او في زباطي او في سكني كنتش باتربس قلت ما انزل اصلي بقى شد الباب بالكلون وامشي دلوقتي بقى بقى بالمفتاح وتربس الباب للي بيحصل وده اسوأ على الفرض من الاسلام ده فوجة نظر الامن انا مش شيخ وما اقدرش اخوت في الدين يعني الجماعة العلماء بتوعنا قالوا بما فيه الامن والكفاية بس انا اداما انا مش متأمن اجتماعي بيتي هابا بصلي على عجل بذكر ربنا على عجل دايما مرتبك ده الامن الاجتماعي القوات المسلحة انا مش اقول دورها او مشكورا او بتبزل ما في استطاعتها ما في استطاعتها الداخلية مع المحافظة على ان ظهرنا ما يكشفش واحنا عندنا تهديدات امنية خارجية لاحصرة لها لان اطول خط مواجهة انا بقولش اصرار عسكرية انا بقول بحاجة ان احضرت تسعة وستين تلاتة وسبعين وحضرت الحرب الحديثة مع الكويت والكلام نقول اكبر مواجهة عسكرية على مستوى مصر او على مستوى العالم كله متين ستة وسبعين كيلو خط المواجهة مع اسرائيل متين ستة وسبعين كيلو خط المواجهة مع اسرائيل بس مش اقول بقى التهديدات اللي هي من اتجينا من الخارج العاقبة او الحاجات دي ندخل بس في التهديدات الاجتماعية الاول الامنية دي الخارجية دي كلنا بنقرام جرايد او يعني المغيابة عندنا شوي يكون في الامن اللي احنا الداخلي هنا يعني عندنا في حي المنتزة اللي احنا كلنا بنخضع له او من سكانه بيعتبر طلت مدينة اسكندرية فيه اربع اعسام سبعة وثلاثين نقطة شرطة على مستوى الحي اربع اعسام مغيبين سبعة وثلاثين نقطة شرطة مغيبة الانفلات الامن او الناس دي اختفت ليه دي مننا مش مننا احنا كاشخاص يعني دوم زباطنا وولدنا واخواتنا وكل قصة فيها واضحة في خروج على الشرعية السابقة او في خروج على الامن العام للناس او تطاول اوه والاخلافه بس احنا لازم ده من وجهة نظر برضو قوات مسلحة نسعى جاهدين احنا رحنا انا وبعض الاخوة على الشعاطية راح معانا وفي بعض الناس راحت وروحنا قابلنا مدير الامن الجديد الناس متفاهمة الناس عاوزة تنزل بس عايزين نعمل لهم مؤتمر زي اللي احنا عمنا ده ندعوهم فيهم نقولهم احنا عايزين ايه منهم وهم عايزين ايه مننا عشان نقدر نفعل الكم المهول ده عشان كل واحد ده بتاع الدعوة يتفرغ للدعوة بتاع الشغل كل واحد له اعماله خاصة تفرغ لأعماله خاصة على ما نقوم هذا الموضوع او نمشيه او نعجله هنحتاج لاليته الجامعية بتاعت المسجد الجامع الغربي ان احنا نعمل الشباب يرجع تاني زي اخر او اول اسماء في شهر فبراير كان فيه توقاية جامدة عالية جدا انا كنت واحد من الناس كنت بقى فاتفتش هنا في المعمورة مرة واثنين وثلاث ايه فاتش عبد الفضل يا ابني وباجي بالليل اللي هي شغل بخلص ساعة اثنين وثلاثة بالليل وبرجع بالشغلي هاتفضل يا ابني فاتش العربية ده ما انا مش وراي حاجة عربية سليمة وانا سليم رخصتك مفيش حد الحمد لله يعني ما قولك طلب مني بتقطي بس هو كانوا يقول ما كانتش العربية فاتش عربية رخصت العربية رخصت العربية رخصت القيادة رخصت القيادة ده اجراءات برضو عايزين نوعى الناس فيها انها ما تنفلتش فيها يعني او ما تزعلش من شدية الشباب او عنفوان الشباب في هذا الموضوع بس لازم يتفعل الموضوع ده علشان نقدر نحافظ على الامن الاجتماعي ان انا نم في بيتي وانا متطمن ان عندي ناس قاعدة برا صهرانة هتحميلي موقف الخارجي مش هاي بقى قاعد نايم او خارج الجامع وانا شاكك ان ما قفلتش الباب كويس بالصلاة مش نافع ان انا قفلت قفلة ولا اتنين وهكذا يعني بندعو جميع الناس ده بمطلب من قوات المسلح ندعو جميع الشباب ان بنبقى بنفس الكفاءة والوعي بتاع الاسبوع الاولاني من شهر فبراير كانت الناس كلاتا صحية الناس ملتزمة الناس كلاتا بتقول مصر ما فيش حد كان بيقول انا ابن مين ولا فين ولا تانا الرجاء التاني اللي احنا عايزين نعدوله قريب برضو بالتعاون مع الجمعية ومع الناس الاهل الصفوة في مدينة المعمورة او في حي المعمورة والحي الملتزة بالكامل اللي هو اصحاب الايوم ان الناس نم يد يد العاون والصفاء حتى نعيد تشغيل الاربع اقسام لان اسكندرية اللي هيطلع فيها مدارس يعني الناس اللي برضو مسر ان الوقت عندنا فيه عشر محافظين ما دي من استقلاتهم منهم بتاع اسكندرية مشي جميع الاعمال الاعدارية موقوفة مفيش حدة حد قرار ترجع المدرسة على مسئولية الشباب او على مسئولية الجامع الغربي او على مسئولية مجموعة المساجد اللي موجودة هترجع المدارس وترجع الدراسة تنتظم ويبقى فيه جدية لو فيه امن باسلوب جديد او اسلوب حضارة اللي احنا لمسناه برضو دي بنقيلها لحضراتكم اللي احنا لمسناه مع التواجد مع السيد مدير امن الجديد ان الناس بدأت تتفاهم جدا والناس عندها استعداد تفزل كل ما في طاقتها للمصالحة مع الشعب بس برضو لازم اللي نازل ده ابنك لازم تحس اللي نازل ده في الشارع ده ابنك واخوك ما تسهنش بيه وما تهزأهوش خليه قدم همته ولما يحصل فيه تجاوز احنا موجودين او الناس موجودة يكون دلوقتي احنا حملنا القوات المسلحة مش بدفاع برضو عنها فوق طاقتها الخيالية دلوقتي اتنين اتقنوا اجرب اتقنوا غلصة العربية اتنين اتقنوا مش يعمل ده اهرنا انكشف والشيخ محمد ده والدكتور محمد امام قال حتة جماعة اللي بريدين او ما اللي بيحبوش البلد نفسهم في الفلات الامن ده سنة كاملة سنة كاملة يقول لك يخلي الجيش قاعد طب ما انا الجيش قاعد ضيع تدريب العسكري والظابط والصف الظابط والمعدة المعدة لو بيعدت عن الارض بتاعتها في طبوز احنا معدتنا شغلة في الجبل اجيبها على الاسفلت مش نفع العسكري لو ما تمردش في الرملة والطراب مش هينفع مش هيعرف مين سينة احنا كنا بنمشي الناس لازم تعرف لازم يشوف لازم نقوله ده محور كذا وده محور كذا ادخل هنا احنا في خطر اللي برايلين عملوه وده للأسف اتفرض امر واقع ان جميع موطقلين السياسيين خرجوا جميع الاحكام الغيابية هتسقط وده مش مصالح الامن الاجتماعي في مصر بس طبعا فيه ضغوط نفسية ان انا مفيش امن داخلي يحافظ علي مفيش امن داخلي يساعدني الكلام بتاعها هيبتقيل شوية في الامن انا بتكلم عليه لان انا حاس مشكلة البلد هيبتقيل شوية بس نستحمله وانصاب في النفوس انا يعني ازمة ولازم تعدي لازم يعني مش هنجيب زباط امن وعساكر امن من خارج مصر مش هنجيب زباط امن وعساكر امن وعساكر مرور من خارج مصر ما اللي كان بتعامل فيه كان بتعامل فيك ايه افوات وخصوطك الكلبش العربية التجاوزات في كل حتة بس الناس فعلا نوية تعيش حياة كريمة تبكويسة بالمساعدة يعني احنا مش وعدناهم قلناهم معنا نعرض على الناس ونقول والله لاينا فيه قبول والشيخ معامل عبدالله اللي هنعمل ندوة وانتو قديتوها رأيكم احنا بنعمل في كل لقاء في كل مكان من محاول المنتزة لو فيه لقاء نعمل لقاء جماهيري لمدير الامن ييجي ومساعدين ييجي وعودوا معنا وقولوا ان وانتو تقولوا مشاكلكم والناس تقول مشاكلها وتقول بحيث ان احنا نسعى جاهدين ننزلهم ينزلوا الشارع حتى تعودوا السيطرة ويعود الانضباط ويخف علينا الضغط النفسي حتى القوات المسلحة تتفرغ يعني القيادة العامة القوات المسلحة والمجلس الأعلى بيعجل بالصرة واذا بتاع بقعوا في غلطات ان الناس برضو يقول لك يتضغطوا عليه انت هتمش وتسيبنا طب خلصونا المعتقل ده طب خلصونا ده طب حاكم ده احنا دلوقتي يعني حتى الاحكام العسكرية خايفين مش خايفين خايفين يعني نعلنها انا ولا كان يلغي قانون الطوارئ الناس بطلطلوا لازم يعني الاحكام العسكرية لكل صورة الصورات في التاريخ لها بعد كده مرحلة الثورية بتاعتها والحسم الحسم دلوقتي مش موجود مش موجود ليه لان فيه تهديدات تانية التهديدات التانية زي ما حصل في ليبيا امريكا لو دخلت ليبيا الصبح فصلت العالم العرب بالكامل وفصل الطيارات الاسلامية وفصل الدعوة الاسلامية انها تنتشر من مصر حتى شرقا المغرب فصلتها لان امريكا لو دخلت في النص اوطعت الحبل بين مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب دي التهديدات الخارجية يعني انا ان شاء الله رب العالمين نجيب خارج التفصيلية كده ونقعد برضو نشرحها لاصحاب اللي عايزين يقتنعوا او يبقى الكلام قدامه على الطبيعة المغيب باللي احنا بنتكلمه النظري ما بيساعدش هو الرجاء اي مطالب ام من الجهات الامنية تتعرض عند جمعية واحنا بناخدها بدورنا بنعرضها ونوعدكم بان نقدر نجيب الناس دي كويس ويقعدوا ولما يبقى على قيادات في وزارة الداخلية قاعدة معنا هنا مش كسر رقبة او لو يدراع او تعالى ده احنا بنقوله هم بيقوله لنا و لهم بحيث انه ده ده ينعيش حياة امنة مستقرة واشكركم جميعا على حسن الاستماع واي استفسارات تبع معا الجماعة ان شاء الله رب العالمين شكرا جزا الله خيرا اللواء فاروق واناسي رئيس مجلس مدينة ضباط تسن ولعله قد اشار يعني الى عناصر مهمة ونقاط مهمة واهمها نقطة الامان وهو الذي من اجليه قد عقد هذا المؤتمر عقد المؤتمر لتحقيق الامان لأهل المعمورة وليؤتسى بنا ويقتدى بنا في كل مكان فاخوانا اللي عندهم افكار عاوزيني اطرحوها على الجمعية يكتبوها في فرق ويكتبوها في حجرة الامام ان شاء الله تعالى نتقبلها منكم ندرسها جيدا ونحققها ان شاء الله تعالى ولا ننسى انه لا يتحرك احد لكي نشكل اللجان الآن ان شاء الله تعالى الذي يريد ان يرابط معنا في سبيل الله ويحرص هذه البلدة الامنة ان شاء الله تعالى بأهلها وببنيها يبقى معنا الآن ان شاء الله تعالى يسجل اسمه ليتم التنسيق ونحذر كل من يعمل في يعني لجان شعبية من غير ان يتوافق معنا ويأتي الى جمعية المسجد الغربي لانه لان لا يعبس احد في الظلام اللي معه الشارة لتحدثنا عنها مختومة بختم الجمعية ايبا هو ده الذي نعطيه الامام اما واحد يعمل شارة مع نفسه ويعبس في الظلام كذيئاب الليل فهذا نحذر منه تماما وهو من يعني السلبيات التي قد حدثت في الماضي فياخونا ما ينفعش حد ابدا يقوم بحراسة في البلد ولا شيء الا عندما يأتي للجمعية ياخد شارة مختومة بختم جمعية المسجد الغربي وتبقوا معنا ان شاء الله تعالى الآن بتنظيم جمعيات الحماية والاشتقاضية يحدثكم اخر حاجة بس اكد على يعني امرين اللي هو فاروق ذكرني الموضوع الامر الاول هو بالنسبة لاخواننا الفضلاء وجهاء البلد والكتار سجلوا اسمهم لدى الشيخ محمد المهندس جابر علشان يتنوبوا في نوبات حراسة جو المكان الشباب سجلوا اسمهم كذلك علشان يستعام بهم بعد الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتبرعات يريد تسدد للجمعية بواقع ايصال سدد للجمعية بواقع ايصال ماشي كده علشان الجمعية تحاول توفر مركز العلاج الادنان بالتعاون مع الاطباء المتخصصين الحاجة اللي ذكرني بها الوقت فاروق نحن كنا اعضاء في لجنة اجراء المصالحة ما بين مدريت الامن وما بين أسر الضحايا واحنا بنبذل أسارة الجهود باستفاء ما يمكن استفاءه من وزارة الداخلية لها اولاء وفعلا تم عرض يعني شيء من التعويض في أسرتين كزاهم الله خير قبلوا هذا الشيء ونحن بنحاول مع باقي الأسرتين اللي موجود في منطقة تصن من أول عزبة العرب لحد بقير أربع أسر فاحنا بنجتهد قدر الإمكان لمحاولة إعطاء هؤلاء حقوقهم والحقيقة زي ما قال كده أخونا اللواء فاروق قبلنا مدير الأمن فعلا وقبلنا مساعدين وناس متجوابين بدرجة علي جدا جدا وناس يعني يريدون أن تعود البلد يعني إلى حالة الاستقرار والأمن والأمان ومحتاجين للتعاون يعني مع الجميع وإحنا مسؤولين عن حفظ أن البلد جميعا ودي مسؤولية ربنا سيسألنا عليها يوم القيامة آخر حاجة بنشكر القوات المسلحة جزاهم الله خيرا والذين حملناهم فوق ما يطيقون كما يقول اللواء فاروق بنشكرهم كتير جدا ونحاول يخفف من أعبائهم وهم وجزاهم الله خيرا ما بيتأخروش وقت الطلب ولكن سوف لا يحمي البلد من الداخل إلا أهلها كما أشار إلى ذلك ستلوا فروق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى حزاكم الله خيرا مع حسنة معكم السلام عليكم ورحمة الله منطقة أبو إير إحنا إن شاء الله لحظة عشان بس من ضيعش الوقت منطقة أبو إير إحنا نكلم كبارها وجهاءها ودعاتها يقوم مثل هذا التعاون بس إحنا عايزيني الصورة النجحة التي كانت ولله الحمد أسبق الناس فيها أهل المعمورة الله يجزيهم خير وحاذا الناس حذوهم بعد فإحنا عزلنا كر كر مرة